ممكن كابتن طارق الزمالك هيكون معنا تشكيل المتوقع عماد السيد نعدلك بس طريقة الله اعتقد يعني بكرة ممكن يبدأ بعمد السيد مش عمر سلاح لا ده إبراهيم حسن هيبقى على الطرف هنا تمام ده إبراهيم من إبراهيم حسن محمد إبراهيم محمد إبراهيم هيبقى تحت رأس الحربة هنا مين؟ عمر السعيد وهنا زيزو ناحية الشمال ممكن يلعب كده ساسي طارق حامد مع طارق حامد فيبقى فيه انطلاقات كبيرة جدا لعبدالله جمعة عبدالله جمعة عبدالله جمعة مع زيزو ممكن يعمل جبهة هيعمل جبهة كبيرة جدا نفس الكلام بالنسبة للنقاز طبعا مع إبراهيم حسن اعتقادي إبراهيم حسن ممكن يبدأ بكرة في اعتقادي الله أعلم ممكن يغير تفكيرك ولكن هو الاتكاز نادي الزمالك الاثنين سواء ساسي أو طارق حامد لازم ساسي يبقى له وجود شوية جومي في المساحة دي ويسيب طارق حامد لوحده فيه نص الملعب مع مشكلة الليل الزمالك كانت الطرفين المصري اللي فات في كل لا الطرفين حيتغير منهم طرفي يعني عبدالله جمعة عبدالله جمعة عبدالله جمعة عبدالله بدنيا أعلى من بهاء مجدي وكده عمر السعيد لعيب بوكس يعني لعيب ما عندوش القدرة أن هو يتحرك في المساحات اللي بارة الثامنتاشر هو عايز دايماً الكرة فيه الثامنتاشر عشان يلتش باستمرار يتسمى بدماغه أو برجله فلابد يكون مساعدة من عبدالله جمعة وبيضم زيزو يبقى جنب عمر السعيد وإبراهيم حسن طبعاً بيقابل ناحية العكسية في ناحية الشمال لو عبدالله جمعة بيعمل الكرة بالعرض لازم فيه مساندة من البكين سواء النقاز أو عبدالله جمعة لأن انت هتلاقي ساسي يميل شوية لو الكرة من هنا هتبوث تلاقي ساسي يميل على الناحية دي وبالتالي هيجي محمد إبراهيم تحت الحتة دي وطارق حامد هو اللي واقف في نص الملعب بحيث أن هو يعمل التأمين المطلوب لو الهجمة من ناحية اليمين لو الهجمة من ناحية الشمال هتلاقي نفس الكلام محمد إبراهيم لازم يخش جوه طارق حامد هيبقى برد 18 وساسي هو اللي هيبقى في المساحة الفضل اللي بيعمل الكرة لازم لازم أنت بتتكلم في محمد إبراهيم طارق وساسي دول عطوبي برد 18 محمد إبراهيم عنده عندك لسه محمود علاقة كابتن والونش تتكلف باثنين أهوماً والدين أربعة لأ أربعة أنت متدافع بأربعة أنا شايف أن أربعة كفاية جداً لأن الإسماعيل لما هيجي هاجم بتلاتة على الأقل لأن الهجمة مرتدة للإسماعيل والإسماعيلي مش هيبقى هاجم مرتدة بس هل تتوقعها بكرة أن الأهل ممكن يحسم الدورة ويفوز على المؤولين وينخلص والله كل شيء وارد مهيف ممكن الأهل يخلص ممكن المؤولين يعمل مفاجأة أو تعادل الله هو أعلم بس يعني كل شيء وارد توقعتك مبارات الزمالك والإسماعيلي الله طبيعلم هاي مباراة صعبة ليس مباراة عمر مش احتمال الزمالك مباراة صعبة للزمالك زي ما قلت عن نادي الأهل بقول على الزمالك قد يكون الزمالك يكسب قد يكون الإسماعيلي يتعادل أو يكسب الله أعلم لكن المباراتين هيبقوا فيهم كرة هيبقوا فيهم حباس وأعتقد نوع من أنواع التركيز الشديد جداً من العيبة كلها لأن كل فرقة عايزة تكسب الزمانك عايزة تكسب والأهل عايزة تكسب والإسماعيل عايزة تكسب والمقاولين عايزة ينهي برضو الموسم جايد كابتن خالد أنا أقول لك يا مباراتين هابقوا مهمين جداً سواء لنادي الأهل أو نادي زمالك المقاولين والإسماعيلي بالنسبة لهم المبارات مش هتقدّلهم لأي أهداف إنما في الآخر إنه هو كل واحد بيدافع عن اسمه الفراتين فراتين كبار المقاولين فرقة كبيرة اسماعيلي فرقة كبيرة كل واحد عايز يقدّي الأداء يحترم ونتمنى أن نتفرج على مباراتين كواسين بورد إن شاء الله شكراً لك شكراً لك شكراً لك شكراً لك هل يحسن الدوري المصري غداً إن شاء الله ده اللي هنعرفه إن شاء الله غداً حلقة جديدة اللعيب حلقة مهمة جداً جداً وحلقة خاصة جداً جداً